اشتركوا في القناة حيث نشرت شركة أوكرو بورونوبروم الأوكرانية لتصنيع الأسلحة المأكبر طائرة شحن في العالم والنسخة الأولى والأخيرة التي تم صناعتها من طراز طائرة الأنتينوف 225 ماريا الأوكرانية الصنة احتلقت في هجوم روسي على مطار هوستوميل بالقرب من كييف وأضافت الشركة الأوكرانية على صفحتها على فيسبوك لقد ضمر المحتلون الروس أسطورة الطيران الأوكراني الأكبر الأنتينوف 225 ماريا وقد حدث ذلك في مهبط أنتينوف بمطار هوستوميل بالقرب من كييف وقالت الشركة أيضا أن ترميم الطائرة سيكلف ما يزيد عن ثلاث مليارات من الدولارات وأن عملية الترميم تلك سوف تستغرق وقتا طويلا في إشارة واضحة إلى أن الأمر قد انتهى وفقدنا وإلى الأبد أيقونة من أيقونات الطيران في العالم أتت هذه التصريحات على خلفية صورة ظهرت بها طائرة كبيرة داخل حزيرة للطائرات تعرضت للقصف والتي يعتقد أنها الطائرة الأسطورية الأنتينوف 225 صاحبة الست محركات والتي تم بناء نسخة واحدة منها فقط وواسطة شركة أنتينوف الأوكرانية لصناعة الطائرات الصورة التي تم نشرها من داخل المطار أظهرت طائرة كبيرة تحت حزيرة طائرات زاد سقف منحني مشتعلة بفعل صاروخ أصاب الطائرة في الداخل بعد أن اختلق سقف الحزيرة المصنوع من الصفائح المعدنية حيث كانت الطائرة رابضة في مطار هوستوميل بالقرب من العاصمة كييف والمعروف أيضا باسم مطار أنتينوف الدولي ويقع في بلدة تسمى هوستوميل أو جوستوميل في الضاحية الشمالية الغربية للعاصمة كييف والمطار مملوك لشركة أنتينوف لصناعة الطائرات وقد قارن مستخدم وسائل التواصل الاجتماعي الصورة بحظائر الطائرات المعروفة للأنتينوف 225 فوجدوا أنها متطابقة فالحزيرة لها صقف منحني يظهر بوضوح كما هو واضح بالصورة وعلاوة على ذلك يبدو أن الطائرة التي تعرضت للقصف بها سلاسة محركات على أحد الأجنحة تماما مثل الأنتينوف 225 فهي الطائرة الحالية الوحيدة التي تمتلك ست محركات نفاسة مقسمة على الأجنحة مثل التكوين الظاهر في الصورة لذلك صار في حكم المؤكد أن عالم الطيران فقد بالفعل الطائرة الأضخم عالميا الأنتينوف 225 ميريا التي تم تصميمها في بداية سمانينات القرن الماضي وتم إطلاقها في العام 1988 وهي طائرة نقل استراتيجي تم تصميمها لصالح برنامج الفضاء لنقل مكوك الفضاء السوفيتي كوران لكن إطلاقها كزاما مع انهيار الاتحاد السوفيتي وتم إلغاء برنامج كوران حيث تم تخزينها لثمانية سنوات ثم تحولت بعدها إلى طائرة نقل تجارية حملت التسجير رقم UR8260 وكانت مواصفات الطائرة كالتالي الطاقم 6 أفراد الطول 84 متر عرض الأجنحة 88.4 من 10 متر الارتفاع 18.1 من 10 متر مساحة سطح الأجنحة 905 متر مربع الوزن فارغة 285 طن وأقصى وزن عند الإقلاع 640 طن ساعة خزانات الوقود 300 طن مساحة سطح التخزين 1300 متر مربع عبارة عن طول يبلغ 43.35 من 100 متر في 6.4 من 10 متر عرض في 4.4 من 10 متر ارتفاع الدفع ست محركات Progres D18T تيربوفان بقوة دفع نفاس تابلو 229.5 كيلو نيوتن لكل محرك وأقصى سرعة للطائرة 850 كيلو متر بالساعة الواحدة والمدى الأقصى 15400 كيلو متر مع أقصى حمولة لها العدد المنتج طائرة واحدة وهناك بعض الأرقام القياسية المسجلة لهذه الطائرة مثلا في العام 2001 حملت الطائرة أربع دبابات قتال رئيسية بمجموعة أوزام بلغ 253.4 من 10 طن وطارت بهذه الحمولة على ارتفاع 10750 متر بسرعة بلغت 763.2 من 10 كيلو متر في الساعة كذلك في العام 2002 بقلت الطائرة عدد 216 ألف وجبة جاهزة بلغ وزنها 187.7 من 10 طن من مدينة شتورجارت الألمانية إلى القاعدة الأمريكية بسلطنة عومان وبهذا ينتهي موضوعنا اليوم وبانتظاركم في فيديو جديد بإذن الله وحتى اللقاء من جديد أستودعكم الله سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر